السلام عليكم حبيبيتي السلام عليكم حبيبيتي صحيح في طوركم تمنى ان شاء الله شكرا بكم في الفيديو اليوم اليوم اجبت لكم وصفة جديدة كي لا اجبت لكم كل يوم اضافة جديدة من حلوية العيد هذا القاتو يأتي بثمثل بثم بني اجب ان شاء الله تجربوه ويعجبكم هذا القاتو يأتي بلا بيت ثم المقادر ستكون اقتصادية حاجة اللي راح نحتاجها 250 غرام تعال زبدة تكون طرية يعني اللي بنا تكونوا ديرا خرجوها لكتو دينها فريجي دارو لا خرجوها تحقو ثلاث ملاعق تعال زيت كما راكم تشوفو في فريسيبيا نضيفوها نضيفوها ونزيدو اربع قطع تعال الفرمال تعال ونضيفوها ثلاث ملاعق كبيرة محمص ومرحي لبنة الكوكاو سيضيفوها بلنة كبيرة تحقو ثلاث ملاعق كبيرة 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 تحتاجو أربع معلقة تعال الماء زينة كبيرة 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 تحقو كبيرة خلطوا كامل المكونات مع بعض فقط بالاصابع حتى يولي الخالط كما هاكا وبعدها تبقوا تضيفوا فلفلينة كما راكم تشوفوا تبقوا تضيفوا غرب شوية حتى تتلم لكم العجينة وكما قلت لكم اللبنات إذا أريد أن تضيفوا غرب شوية حتى تضيفوا فلفل لعجينة متاع جنوهاش فقط لموها بالاصابع وهنا نضفت لها ملعقة صغيرة خميرة كيميائية تعال الحلويات ونبقى نلم كما راكم تشوفوا ولبنات إذا كنتم أول مرة تدخلوا تشوفوا قناتي تمنى ان شاء الله تشتركوا عندي في القناة هكا باش تدعموني وكما قلت لكم سوف نحط لكم غلصة جديدة من حلوية العيد ان شاء الله تمنى ان شاء الله تشتركوا عندي هكا باش تشجعوني كما راكم تشوفوا نبقى نزيد غير بشوية في الفارينة واللملاجينة لما انا جيتني حوالي زوش كيسين ونصف تحفارينة وانتما على حسب المقادر تحكم كما راكم تشوفوا هنا مثل مثل العجينة شوفوا كيف تشجعوني وبزاف يعني شاشة هكا باش تلقاتوا تحكم يجعوني وهنا يا قدرت هذا البلاستيك الغذائي فرشته وبدأت باش نحل هذه العجينة من استعداد البلاستيك الغذائي والبلاستيك الغذائي والبلاستيك الغذائي لها فرشته لا تبقى الصمك يكون لا يكون فرشه كما راكم تشوفوا هذا الصمك الذي تشوفه ونضع هذه الملت في الفارينة ونبعده سوف نضيفه في طفل الأخرى ونشكل الحلوى السعناء كما راكم تشوفو ونبقى نرفض بالحبة ونضير فسني واتعي اللي بيندخلها للفوق لابنت انا نشعل عليه ملتحت حتي يطيب شوية وتنشف هاي كلابات نشعل ملتحت غير بشي يتحمر شوية هذا ما كان انا منشعل عليه ملتحت اي صابلي ولا اي حاجة متشعلوش عليها ملتحت خلوها طيب ملتحت تنشف ملتحت ثم نشعلوها من الفوق ولكن عندكم الفونتيلات الخاصة للفوق ستطيب لكم نشان وسوى سوى ما تغبنكم كما راكم تشوفو هنا بعد مطاب والحبة التوعية شوفو كيف طيبتهم البنات اللي كانت فيه الميزينة ما لازمشي قعد في الفور بزيف كما قلت لكم ويحمار خفيف تم تم يحمار خفيف كما قد قابلوه هنا بنسبة الحشو اللي بغي نديرها من الفوق استعملت كاستاع الكوكاو مع كاستاع القوفرات مرحي مع كاستاع الكاكاو بليتهم نص كاس وضفت عليهم بشوكولة هذيك البوطة اللي نخلطوها مع الحليب هنا بنسبة لهذا الخالق كما تبغوا اللي عندكم في الدار تستعملوا انا بعدها ضفت لها شوية تحلو الطرق وبديت نخلط كما راكم تجربوا وضفت عليها الخفيف وضفت عليها الخفيف وفي هذه الطريقة سنشكل، وهذا الخفيف لديها زوج معالق لم أظهر بشوكولة الأصباح انا هكذا سنشكل الحلوة وانتم اعرفوا، فتنظروا حبة في فك حبة انا لا أريد ان اضع حبة في فك حبة فتنظروا حبة تضيفه فقط في الوسط و تلسقه كما رأيكم تشوفه و رمضتها في هذه الخالط الذي درناه هذا هو الشكل نهائي لبنات اتمنى ان شاء الله يكون الاعجابكم و يجيب الكثير من ابنين لا تنسوا اشتركوا عندي في القناة و تخلوا دجام و دي كومنتر و انتلاقوا مع الفيديو الجاية اللي راح تكون ثاني حلوة من حلويات العيد ثم اللبنات ديروا اابونيها كبير لحقكم اي حاجة نديرها كيف يجيب الكثير و يجيب الكثير من ابنين كنت لاقاوا لبنات في الفيديو الجاية ان شاء الله و السلام عليكم